موسيقى موسيقى يهلا مرحبا فيكم مشاهدنا الكرام في برنامجكم اليوم المشهر ولدائما نسلط فيه الضوء على حركة أتداولات في بورصة الكويت مشاهدنا هذه أول جلسة في عام 2023 ونتمنى أن تعم الإيجابية في جميع القطاعات وجميع الأسهم في شكل عام السيولة النغدية حتى هذه اللحظة قبل انطلاق المزاد وصلت إلى 36 مليون دينار كويتي حتى هذه اللحظة وإجمال أعداد الصفقات في 7691 صفقة مشاهدنا سريعا نذهب معكم إلى سيديوهاتنا في بورصة الكويت وزميلنا عايد العنيزي عايد مسيك الله بالخير تأليقك اليوم على أول جلسة في عام 2023 مع الختام مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام مهلا وسهلا بكم فعلا يوسف جلسة سلبية لعام 2023 ولحظنا التراجعات القوية والتراجعات كبيرة جدا والتراجعات قادمة من بيتك بيتك المتراجع بقوة في هذه الجلسة بيتك هو من أثر بصورة بباشرة مشاهدين الكرام على السوق وأدى إلى الضغوط البيعية لحاصلة في السوق في هذه الجلسة لذلك سنتابع معكم مشاهدين الكرام نهاية هذه الجلسة الجلسة السلبية الجلسة اللي ما فيها إيجابية إلا بعض الشركات يمكن تقريبا اللي فيها قوة شرائية جيدة لكن في المقابل الضغوط البيعية كبيرة جدا وخاصة على السوق الأول والشركات الغيادية اللي تراجعت إلى مستوىات جدا متدنية إلى مشاهدين الكرام نشوف معاكم الوطني حاليا 16 فلسية تراجع وفيه طلبات لكن فيه عروض كذلك الدول خليج تراجع اليوم إلى مستوى 307 الدولي 93 برقان 215 حتى العروض في نهاية الجلسة مشاهدين الكرام العروض أكثر من الطلبات العروض أكثر من الطلبات في نهاية هذه الجلسة لمعظم الشركات دون استثناء بيتك كذلك يتراجع مشاهدين الكرام ويعرض بالحد الأدنى 900 ألف بالحد الأدنى يعرض 900 ألف والطلبات أعتقدنا ضعيفة جدا للغاية لذلك مشاهدين الكرام التراجعات واضحة والتراجعات اليوم يعني غير مسبوقة بيتك ذكرني عن السبب أن 30 مليون راح تنباع مسبوع الجائل لبعده 30 مليون راح تنباع على ثلاثة أيام من 15 الشهر 15-16 تقريبا لـ 17-16 تنباع الكمية 30 مليون على بيتك هذا أثر على السوق ككل مشاهدين الكرام كذلك لاحظنا يعني بيتك تأثير واضح على بعض الشركات الأخرى ولحظنا التراجعات حادة اليوم على أكثر من الشركات اليوم كان أبرز الشركات في السوق الأول نشاطا هي عغارات الكويت عغارات الكويت هي الأبرز وهي الأنشط كان في التداولات ولحظنا ارتفاعات جدا جيدة هي متكاملة تقريبا مشاهدين الكرام هم أفضل الشركات القيادية في السوق الأول لكن في المقابلة التراجعات كانت موجودة على كثير أو جل الشركات في السوق الأول لكن هاتين الشركتين هم الأفضل وهم بكمية تداول كذلك كبيرة جدا ولكن يعني يحافظوا على المنطقة الخضراء حتى نهاية هذه الجلسة حتى هذه اللحظة لكن معدل المزاج يصير ما ندري لأننا قاعد أشوف أنا حاليا في هذه اللحظات تضغوط بيعية كبيرة جدا مشاهدين الكرام على معظم الشركات دون استثناء نأمل التوفيق للجميع مشاهدين الكرام وأن تكون اغفرات المزاج أفضل لأننا قاعد نشوف الله عروض كبيرة جدا على معظم الشركات بقيادة بيتك في نهاية هذه الجلسة لذلك نشوف معاكم مشاهدين الكرام بقية الشركات القيادية وكذلك بقية شركات السوق الرئيسي في هذه الحالة مشاهدين الكرام اللي قاعد نشوفها فعلا وضع جدا سلبي ونلاحظ تراجعات الصناعات الوطنية كذلك تعرض بالحد الأدنى 309 كيبلات وضعية جيدة ليم الحين المتراجعة 25 فلس ممكن تتحافظ ستتراجع أكثر بكميات بسيطة جدا بوبيانت كماويات ليم الحين لا يوجد أي تغيير طبعا الباجي لحظات الأخيرة يمكن تغير فيها شيء الجيلتي كذلك مشاهدين الكرام 34 فلس 686 وتعرض بالحد الأدنى 684 53000 11 فلس 76 فلس ولن يتغير الحال كثيرا ألاوكو ثلاث فلس تراجعا ألاوكو رغم من نتائج المالية السلبية لكن ثلاث فلس لا يوجد شيء الجزيرة كذلك تتراجع مشاهدين الكرام 130 فلس بنكو 4 بأربع فلس تراجعا ميزان بأربع فلس ونلاحظ المتكاملة بعشر فلس ارتفاعا متكاملة وعغارات الكويت هم الأفضل شمال الزور بتراجع ثلاث فلس البورصة تراجع فلس والقانيم يتراجع بتسع فلس في نهاية هذه الجلسة 167 مشاهدين الكرام بنقطة للسوق الأول وأعتقد لم يتبقى إلا ثواني معدودة لم يتبقى إلا ثواني معدودة للدخول في إغفال المزاد للدخول في إغفال المزاد واللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة الجلسة السلبية الجلسة اللي ما كنا متوقعين أمانة بهذه الصورة وبهذه التراجعات مع بداية عام 2023 لكن بداية سلبية لهذا العام في ظل تراجعات كبيرة جدا المشاهدين الكرام خاصة على الشركات القيادية واللي قاعد نشوفها ما بدي أروح للسوق الرئيسي للسوق الرئيسي لما الحين كذلك وضعيته نفس السوق الأول لم يتغير كثيرا فيه تراجعات كبيرة جدا خنشوف التجاري هو بفمطة الخضراء الأهلي ما رح يتغير شيء المتحد رح يتراجع لا ما رح يتراجع شيء في فلسين الكويتية لا الكويتية رح تراجع أكثر الكويتية الأستثمار رح تراجع أكثر مشاهدين الكرام خمس فلوس أعتقد رح ستكون سبع فلوس في نهاية هذه الجلسة حتى اللحظة طبعا ما لم يتغير شيء مساكن ودلقان سبع فلوس العيد ست فلوس تراجع عن العيد العيد ست فلوس والعيد من ضمن الشركات المتماسكة في فترة الأخيرة لكن في هذه الجلسة تغير وضع تماما للعيد مشاهدين الكرام قاعد نشوف فعلا تراجعات كبيرة جدا اللحظات الأخيرة مشاهدين الكرام في هذه الجلسة وقاعد نشوف لا يوجد دخول على كثير من الشركات لذلك التراجع واضح مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة دلقان لفنا ذكر نيف ها هي الإخفالات والله التراجعات زادت التراجعات زادت مشاهدين الكرام على معظم الشركات دون استثناء التراجعات زادت وبيقوة على معظم الشركات دون استثناء السوق الأول 170 نقطة السوق الرئيسي 28.2 والسوق العام 129 نقطة مثل ما ذكرنا السلبية موجودة مشاهدين الكرام في هذه الجلسة فعلا هي السلبية موجودة في هذه الجلسة مشاهدين الكرام والتراجعات الواضحة في هذه الجلسة وتراجعات كبيرة جدا وتراجعات كبيرة جدا مشاهدين الكرام في هذه الجلسة وتراجعات يعني غير مقبولة أمانة وغير مبررة في هذه الجلسة تراجعات غير مبررة يعني الكل يتساءل ما هي الأسباب لهذه التراجعات والله ما في سبب معين أمانة لكن نقعد نشوفها فعلا هي ضغوط بيعية واضحة أتت من بيتك في بداية الجلسة حتى نهاية هذه الجلسة ولحظنا التراجعات التي صرت في السوق الأول إلى 170 نقطة وواضح مشاهدين الكرام أن الضغط البيعي كان كبير جدا على معظم الشركات القيادية لذلك ارتفعت السؤولة في نهاية الجلسة 38 مليون 897 يعني تقريبا مشاهدين الكرام تبعنا تقريبا 3 مليون إلا بس بإغفال المزاد نتيجة الضغوط البيعية الحاصلة في هذه الجلسة نرى معكم مشاهدين الكرام والغفالات في نهاية هذه الجلسة الوطني تراجع 14 فلس الخليج 9 فلس الدولي 3 فلس برقان 5 فلس بيتك 23 فلس بستوى 800 بنك بوبيان 17 فلس مارات وطنية فلسين المشاريع 4 فلس الامتياز فلسين فاصلة 3 عقارات الكويسية تراجع فلس المباني 13 فلس الصناعات الوطنية ب10 فلس تراجعا كيبلات ب25 فلس تراجعا بوبيان تقريبا 9 فلس الجيلتيتة 35 فلس تراجعا زين ب7 فلس تراجعا هومنسوفت 60 فلس 3 فلس تراجعا حاليا الشراء ما بعد المزاد البنك وربا 5 فلس تراجعا ونشوف معاكم كذلك ميزان المتراجعة ب5 فلس المتكاملة في المنطقة الخضراء وطبعا عقارات الكويت والمتكاملة هما فقط في المنطقة الخضراء فقط في المنطقة الخضراء اللاحظ كذلك مشاهدين الكرام متكاملة 8 فلس شمال الزور على تراجع ب4 فلس البورصة 12 فلس والقانم 9 فلس وما زال هناك صفقات قاعدت مرنا مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة وهذه الضغوط البيعية الحاصلة على كثير من الشركات التجاري حافظ على المنطقة الخضراء لهلي كذلك حافظ على استغراره لكن المتحد يتراجع فلسين كويتية 7 فلس مشاهدين الكرام تراجعا والخصوصية بفلس ارتفاعا فيما مساكن ودلقان والعيد اليوم يتراجع 10 فلس التسليلات كذلك بفلسين إيفا على استغرار في نهاية هذه الجلسة الساحل بنصف فلس ارتفاعا البيت بستة عشر الفلس أرزان تراجع ثلاث فلس ونلاحظ كميفك بارتفاع تسعة عشر بارتفاع نصف فلس أسف ونلاحظ الأولى على تراجع الخليجي بعشر فلس ارتفاعا ونلاحظ عيان تتراجع المستوى المتسوع عشر معروضة عيان امية وتسعة وعشرين فلس عيان معروضة في هذه الجلسة وكذلك كامكو فلس وطي الدولية القابضة التي كانت متماسكة في صباح الباكر ومنطقة الخضراء تراجعت فلسين في نهاية هذه الجلسة يونيكاب كذلك بتراجع الصفات ستة فلس تراجعا واكتتاب بتراجع والنور كذلك بتراجع آسيا بارتفاع ثلاث عشر الفلس راسيات بارتفاع فلس كوية للتأمين ثلاث عشر فلس واربا للتأمين بتراجع وثاق بارتفاع مع المتحدة لكن البطنية العقارية تتراجع بعشر فلوس اليوم في هذه الجلسة الصالحية بخمس فلوس تراجعا المشاهدين الكرام ونلاحظ مزايا المتراجعة التعمير وأركان ودبي الأولى في المنطقة الخضراء لكن أرجان ومنشآت في المنطقة الحمراء منازل بعد أن كانت في المنطقة الخضراء أثناء الجلسة تراجعت إلى عشرية الفلس وكذلك مئة الأعمال إلى فلس وعشرية الفلس مراكز بين تلكويت بورتلند الورقية يعني جميع المنطقة الحمراء اليوم سائدة صراحة رغم أن نتراجع السوق الرئيسي اليوم 28 نقطة لكن التراجعات واضحة مشاهدين الكرام على جميع الشركات المعادن بارتفاع ونلاحظ كذلك استهلاكية المتراجعة في السين واربا كابيتل بارتفاع 6.1 السينما 49 فلس حيث الكميات بسيطة جدا لما نقول شركات مرتفعة مرتفعة بكميات لا تكاد تذكر أصلا السيولة تقترب من ال40 مليون مشاهدين الكرام في هذه اللحظات السيولة تقترب من ال40 مليون ونلاحظ كذلك عربي غابضة اللي يستفع 3 فلوس مركز سلطان 3 فلوس أريدو بفلس والرابطة فلس فاصلة 2 الأنظمة 5.3 نابسكو 77 فلس هذه الشركات اللي يعني ما جعلت مؤشر السوق الرئيسي يتراجع بقوة المعامل كذلك مثل فلوس مشاهدين الكرام ارتفاعا والتخصيص على تراجع بيت الطاقة بيرتفاع بيت رقف على تراجع امتيازات لاحظ المشاريع بيع مشاهدين الكرام آسيا كذلك في ضغط بيعي واضح في نهاية الجلسة الخصوصية مستوى الـ110 الخصوصية لا شراء نلاحظ إيفا فناتق تتفع نصف فلس وللحظ أبار بفلس المشتركة بأربع فلوس ومشاعر وأولى وقود المتراجعين حياتكم مشاهدين الكرام بتراجع 5.7 مبرد كذلك فلسين ونص ونلاحظ التراجعات للسور اليوم في هذه الجلسة به ثمانة فلوس بعد أن كان متماسكة الماضية في ويتشار كيد بسبع فلوس اتفاعا وجياد ومواشي في المنطقة الحمراء اسمنت الأبيض والغابضة المصرية وجي أف إتش وأنفست وستي سي المنار جميع هذه الشركات في المنطقة الحمراء جي تي سي برتفاع فلسين في نهاية هذه الجلسة الجلسة المتراجعة بقوة وقاعد يشوف صفقات لما الآن قاعد تمرني مشاهدين الكرام ما زالت الصفقات متواترة في نهاية هذه الجلسة ولكن هي جلسة سلبية للغاية هي جلسة سلبية للغاية ولحظنا يعني اليوم نشاط لمجموعة إيفا في بداية الجلسة خاصة لعغارات كويت وإيفا كان فيهم نشاط لكن عغارات كويت أقفل منطقة الخضراء وإيفا أقفلت على استغرار 15 مليون و 426 لإيفا فيما عغارات الكويت اليوم مشاهدين الكرام التداولات التي فيها اليوم تقريبا 25 مليون 830 يعني هذه المجموعة هي الأفضل في هذه الجلسة وهذه الشركتين تقريبا لمجموعة إيفا هم الأفضل لكن نقاعد نشوف بغية الشركات الأخرى مشاهدين الكرام ضغط بيعي وتراجعات كبيرة في نهاية الجلسة وحاليا من ضغط البيع اللي حاصل وصلنا 40 مليون و 150 من الضغط البيع الحاصل في هذه اللحظات مشاهدين الكرام 40 مليون و 150 في نهاية هذه الجلسة لذلك نشوف فعلا في تراجعات كبيرة جدا مع نهاية هذه مازالت الصفقات متواترة ومازالت الصفقات مستمرة مشاهدين الكرام وهي صفقات بيع وهي صفقات بيع وليس الصفقات شراء نلاحظ الجزيرة حاليا بصفقات وكمية كبيرة جدا 50 ألف تقريبا على الجزيرة في هذه اللحظات والجزيرة نادرا ما نرى هذه استهلاكية كذلك بضغط بيعي 109 نشوف التراجعات مستمرة مشاهدين الكرام على جميع الشركات دون استثناء لذلك هي جلسة سلبية للقاية جلسة متراجعة جلسة تفتقد أمانة إلى صناع السوق في بداية جلسات عام 2023 لذلك البداية السلبية مشاهدين الكرام نأمل إن شاء الله أن تتحسن الأمور في جلسة الغد ونشوف أمور أكثر من هذه أمانة الإيجابية لأن التراجعات فعلا كبيرة جدا وتأثر كثير من المداولين في هذه الجلسة نأمل الأفضل دائما كل شكر لك يوسف كل شكر لمشاهدين الكرام كل شكر لك زميننا عيد العنيزي المتوجد دائما في سيدوهاتنا في بورصة الكويت وهذا التحليل حول جلسة هذا اليوم وهو اليوم الأول من عام 2023 ولاحظنا أن اللون الأخضر طغى على جميع القطاعات في شكل عام مشاهديننا السوق العام وصل معنا إلى 7162 نقطة أما السوق الأول وصل إلى 7945 نقطة السوق الرئيسي 5568 نقطة إجمالي أعداد الصفقات حتى إغلاق المزاد وصل معنا إلى 8400 صفقة القيمة المتدولة الإجمالية وصلت معنا إلى 40 مليون و298 ألف دينار والكمية المتدولة 154 مليون و858 ألف سهم مشاهديننا أكثر الشركات بالنسبة للقيمة في تداولات هذا اليوم كان من نصيب بيت التمويل الكويتي وصلت في السيولة النغذية إلى 15 مليون دينار الجيلتي للمخازن وصلت فيها السيولة إلى 4 ملايين و891 ألف دينار وشركة أقارات الكويت وصلت فيها السيولة إلى 2 مليون و830 ألف دينار وشركة إيفا وصلت فيها إلى 1 مليون و532 ألف دينار والصناعات 1 مليون و216 ألف دينار مشاهديننا لاحظنا جلسة حمراء في أولى جلسات عام 2023 ومثل ما قال زميل نعايد ممكن السيولة النغذية كانت أغلبيتها على بيع الأسهم ولاحظنا أن نصيب الأسد مثل كل مرة نقول هذا شيء كان من نصيب بيت التمويل الكويتي في السيولة النغذية في 15 مليون و216 ألف دينار مشاهديننا أيضا من المزيد من التحليل حول أداء جلسة اليوم ينضم إلينا من البورصة خبير الأسواق المالية الأستاذ ميثم الشخص أستاذ ميثم كل عام أنت بخير ويعطيك العافية شون تغيمك لسلوك المدولين في أولى جلسات التداول في العام الجديد بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله أخو يوسف وكل عام أنتم بخير جميع حقيقة طاقم برنامج المؤشر بتميزة الدائمة وإن شاء الله مزيد من التألق حقيقة يمكن واضح أن الأداء كان سلبي لكن قبل عملية الإغلاقات كانت هناك تباين في أداء المؤشرات هناك سيولة جيدة حقيقة لم أتوقع أن يصل مثلا مقدار التداول إلى مثل ما وصل إليه أكثر من 40 مليون دينار 33 مليون دينار نصيب السوق الأول السوق الأول كان نشط من حيث القيمة هناك عمليات بيع كبيرة يعني من أصل 123 شركة في البورصة تداولت هناك 35 شركة فقط سجلت ارتفاع معظمها طبعا في السوق الرئيسي 71 شركة سجلت تراجع نصيب السوق الأول كان حقيقة سهمين فقط باللون الأخضر و23 سهمين باللون الأحمر واضح عندما تكون هناك ضغوط بيعية خاصة في الأسهم الموجودة في السوق الأول يكون هناك ميلان المؤشر إلى يعني اللون الأحمر والتراجع ما حدث باعتقادي لمسألة السوق بعد أن سجل يعني أداء سلبي في شهر ديسمبر استمر هذا الأداء وانعكاساته في مثل هذا الوقت الآن لذلك نجد أن يعني واضح أن السوق يسير بمسار سلبي إن صح التعبير من خلال ما يحدث من عمليات بيع كبيرة استمرت في شهر ديسمبر نعم هناك عملية إغلاقات تمت في يعني ثلاث جلسات بارتفاع وجلستين في آخر سبوع من شهر ديسمبر لذلك ضريبة هذه الإغلاقات وجدناها في جلسة اليوم من تراجع كبير للسوق الأول السوق الرئيسي متماسك أكثر حتى في شهر ديسمبر كان تماسك أكثر من السوق الأول يعني نتائج عمل السوق خلال ديسمبر الماضي كان هناك تراجع ب376 نقطة للسوق الأول بواقع 4.92% أما السوق الرئيسي متراجع فقط 84.5 نقطة بواقع 1.4 المحصلة الإجمالية للسوق في العام الماضي مكاسب في السوق الأول بأكثر من 6% تحديدا 6.24% بأكثر من 476 نقطة أعلى قمة طبعا وصل لها كان 24% أو أكثر من 24% يعني أكثر من تقريبا 18% خسائر من القمة ليست خسائر من بداية العام لكن من القمة واللي سجلها السوق في مايو الماضي اليوم انعكاسات كل هذه الأرقام موجودة في السوق السوق الرئيسي كونه أنه في عام 22 كان متراجع يعني عكس السوق الأول كان متراجع بـ 4.92 بما يساوي 289.48 نقطة فإذا محصلة يعني جلسة اليوم انعكاسات التراجع البسيط في السوق الرئيسي بـ 28 نقطة أعتقد بأنه يعني نقول مقارنة في أداة في 22 فهو يسير باتجاه الطبيعي يعني أقل انعكاس 22 أقل على السوق الرئيسي من السوق الأول لربما الأمور الآن في عملية الضغوط البيعية في أول جلسة لاستغلال الأسعار خلال الفترة القادمة لأن هناك إعلانات يعني بعض الأسواق التي كانت قد تداولت يوم أمس يعني مثلا السوق السعودي هناك ارتفاع بشكل بسيط لكن إجمال التداولات لمعظم أسواق الخليج في عام 22 كانت متراجعة عند إغلاق يوم الخميس الماضي نعم أستاذ ميثم زميلنا عائل ذكر وأنت ذكرت أن 40 مليون دينار كويتي كانت هي السلوة النغدية أغلبيتها كانت يرون بيع بالنسبة للأسهم وكان النصيب الأكبر في بيت التمويل الكويتي أكيد في عندنا اليوم متداولين كان عندهم اتجاه للأنظار بالنسبة للشراء هل كانت بالنسبة للأسهم القيادية أم الصغيرة من توجدكم في بورصة الكويت ساد ميثم نعم في السوق الأول كانت عقارات الكويت حقيقة سجلت تداولات نشطة في المرتبة الثالثة سجلت مليونين وثمانمائة وثلاثين ألف دينار حتى في الساعات الأولى من الجلسة كانت تداولاتها إيجابية هذا واضح في السوق الأول أما السوق الرئيسي فقد سجلت التداولات من حيث القيمة كل القيمة المتداولة من حيث الترتيب للأسهم في السوق الرئيسي كلها كانت سلبية معدى أكثر تداول إيفا كانت مستقرة والأهلي كان أيضا مستقر على الرغم من أن التداولات كانت محدودة في السوق الرئيسي لم تصل حتى إلى ثمانية مليون دينار سبعة مليون ومية كانت تداولات السوق الرئيسي لكن الأنظار عمليات الشراء كانت موجودة حتى في بيتك بأسعار تراجعت كانت هناك عمليات شراء وإلا لم تكن لدينا تداولات بخمسة عشر مليون دينار لكن الشراء من خلال اقتناع أو قناعة بعض المستثمرين بأسعار معينة ثمانية وشوي حتى قبل أن يقفل عند هذا السعر نستطيع أن نحدد بأن عمليات الشراء لم تسعف هذه الأسهم من الارتفاع مقابل عمليات البيع لذلك الصفقة عندما تتم تتم عمليات بيع وشراء ولكن الشراء من أسعار متراجعة يراها هذا المستثمر لأنها فرصة للمستقبل كما أن من يقوم في البيع يرى أن الفرصة في عملية إعادة الشراء تكمن بأن الأسعار ممكن أن تكون أقل من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة وهذه الضغوط بوجهة نظري أنها ضغوط مضاربية يسعى البعض للمضاربة السريعة لهذه الأسهم بيتك الوطني يعني الوطني يمكن أكثر الاستقرار حتى مسألة التباين ليست بالتباينات الكبيرة هو سجل أداء إيجابي في عام 22 افتتح أقل من دينار وأقفل فوق مستوى دينار ومية فبالتالي هناك يعني أو دينار وسبعين فبالتالي هناك مستوى إيجابي للوطني مقارنة في موضوع الأسهم الأخرى بيتك الآن لم يتم اختباره من خلال البيانات المجمعة الحين سيكون عندنا أول بيانات مجمعة ستصدر من خلال ما حدث من اندماج ولذلك اختبار سعر جديد لبيتك خلال عام 23 سيكون حاضر هذه أهم الأسهم للمستثمرين ينظرون إليها أما الأسهم الصغيرة التي تحدث لها مضاربات بين حين والآخر خاصة في السوق الرئيسي كانت حاضرة مجموعة من الأسهم حقيقة الوطنية العقارية كانت حاضرة أيضا في عام 22 بشكل استثنائي أعيان لا تزال موجودة من حيث القيمة المتداولة وطنية دولية القابضة وطنية دالقاف هي أيضا من الأسهم التي نشطت آخر ديسمبر يستمر نشاطها وأيضا ظهور التجارية العقارية مرة أخرى للتداولات النشطة في جلسة اليوم بالفعل أستاذ ميثم مثل ما أنت ذكرت هل هذه الفترة الحالية هي فترة التحفظ وخاصة مع قرب العد التنازلي لإعلانات النتائج المالية لعام 20 22 نعم في بداية الحلقة ذكرت بأن مفاجأ أن نرى قفزة في القيمة المتداولة تعودنا في كل عام أول جلسة يكون هناك تراجع في القيمة المتداولة والسبب أن لدينا فترة حتى تقوم الشركات بالإعلان عن البنات المالية وبالتالي التراقب والانتظار هو القرار الإيجابي أو القرار السليم لكن سرعة التعامل اليوم بهذا الشكل للمؤشر ويها الأسهم واضح أن هناك أمور ستكون خلال أيام القليل القادمة ستحفز من السيولة أن تتداول بشكل أعلى إذا ما استمر الموضوع عليهم مثل ما شفنا في جلسة اليوم ننتظر يمكن خلال الأيام القليلة القادمة نعم لبينات المالية تحدث نوع من الانتظار والترقب والتحفظ لكن ليست في جلسة اليوم هذا الأمر كان غير موجود نعم خبير الأسواق المالية الأستاذ ميث شخص شكرا نجزل لك على هذا الإطراء حول جلسة اليوم وهي الجلسة الأولى من عام 2023 مشاهدين نشكركم على حسن المتابعة لبرنامج المؤشر على أمن أن نقاكم في الغد وتدولات إيجابية بإذن الله في بورصة الكويت حتى هذه اللحظة نترككم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله موسيقى